السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم فيديو جديد بهذا الفيديو رح نتكلم عن موضوع مهم جدا للناس الملتزمين بنظام الكيتوجينك دايت اللي هو كمية الدهون بنظامك الغذائي بس قبل ما نبدأ الفيديو البسيط هذا أتمنى أنك تضغط على زر اللايك وإذا كنت تشوفني أول مرة فيليت تضغط على زر الاشتراك لأنه رح ننزل فيديوهات يومية متعلقة بخسارة الدهون والسرجاع الصحة اللي لازم نعرفه أنه كمية الدهون بنظام الكيتوجينك دايت تختلف من شخص إلى آخر فالأشخاص الصغار بالسن اللي مارسوا تمارير رياضية واللي معدل حرقهم عالي بالجسم يحتاجوا كمية الدهون أكثر من الأشخاص اللي ما يمارسوا تمارير رياضية أو اللي عنده مشكلة مقاومة الإنسلين أو مرحلة ما قبل السكري والسكري أو الأشخاص الكبار في السن فيحتاجوا كمية الدهون أقل حتى الشخص نفسه يختلف من يوم إلى يوم في يوم يكون تحت ضغط نفسي أو بدني وفي يوم ما نام بشكل كافي فهذه الأشياء تأثر بشكل كبير على كمية الدهون اللي يحتاجها بشكل يومي والنسبة المعروفة بنظام الكيتوجينك دايت اللي يقول لك تناول الدهون 70 إلى 75 من سعراتك الحرارية على هاي الدهون هذه نسبة تقريبية فقط فأفضل حل عشان تتناول كمية الدهون اللي تحتاجها إنك تعتمد على الجوع والشبع فإذا جعت فهذا دليل على إنه جسمك بيحاجة إلى الدهون طب فيه استراتيجية مهمة جدا للأشخاص المتزمين بنظام الكيتوجينك دايت بهدف حرق الدهون وهذه هي الاستراتيجية رح نتكلم عنها بس قبل ما ندخل بهذه الاستراتيجية لازم نعرف نقطة معينة إنه مصدر طاقة الجسم نوعين هناك مصدر الطاقة من الدهون المخزنة داخل الجسم وأيضا مصدر الطاقة من الدهون اللي تتناولها بغذائك فعشان توصل للخلايا الدهنية المخزنة وتستخدمها كطاقة لازم تقلل من الدهون بالغذاء عشان تسمح للدهون المخزنة إنها تتفكك وتتحول إلى طاقة يستخدمها الجسم فاستراتيجية حرق الدهون بنظام الكيتوجينيك دايت إنه بأول أسبوع إلى أسبوعين إنك ترفع من كمية الدهون بغذائك عشان يتعود الجسم على إنه يستخدم الدهون كطاقة بدل النشويات ونحاول نتناول مصادر الدهون سريعة الهضم والامتصاص مثل زيت جوز الهند أو زيت الام سي تي بعد أسبوع إلى أسبوعين وبعد ما يتعود الجسم على إنه يستخدم الدهون والكيتونات كمصدر للطاقة وبعد ما يقل الجوع ويزيد النشاط والتركيز نبدأ نقلل الدهون بالتدريج هذا إذا كان الهدف حرق دهون الجسم فرح تكون الكمية من عشرين إلى أربعين قرام في الوجبة الواحدة ونحاول يكون مجموع قرامات الدهون في اليوم إنها لا تقيل عن خمسة وسبعين قرام في اليوم بهذه الطريقة رح تمد الجسم بالطاقة أيضا رح تمده بالأحماض الدهنية اللي الجسم يحتاجها بشكل يومي وما يقدر يستغني عنها وفي نفس الوقت رح تتخلص من الدهون المخزنة ورح تسمح للجسم بإنه يستخدم الدهون المخزنة كطاقة فخلاصة الموضوع إنك لا تركز أبدا على كمية الدهون لأن الجسم ما يقدر يفرط بتناول الدهون زي ما يفرط بتناول النشويات والسكريات فتناول كمية الدهون اللي تحسسك بالشبع المرضي لعلى الأقل خمسة إلى ستة ساعات وطبق معها نظام الصيام المتقطع بحيث تقلل من عدد الوجبات وتصوم 16 ساعة على الأقل مع تقليل كمية النشويات هذه طريقة فعالة جدا بحرق الدهون واسترجاع الصحة ويأل تكلم بحيث